لا بحمد شفناها في كل الدين يعني المرة دي كان قرار دولة يعني طلع حد قلد تدخل حكومي يا عم والله مش تدخل حكومي لانه الفيفا اعطى هذه المرة الدول هي اللي تقرر يعني لما فرنسا لغت قال له العينه عن رأس بلجيكا لغت قال له العينه والرأس اه فرنسا بلجيكا سكتلندا هولندا 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 علانه عن رأس الفيفا لم يعترض على الاطلاق لما انجلترا اللي كان رئيسه زرائها بيموت اعادت النشاط قال له برضو على العين وعلى الرأس هل قرارات الدولة هنا بيبقى كلام نهائي ولا اه هات الاندية يعني البعض مسلا يقول لك الاندية ونقعد ونتكلم ولا دي سياسة عافى عليها الزمان بس كابتن طبعا الفيفا لما منح الدول هذا القرار او الحكومات فكان لي هدف من هذا الامر يعني يعني فيه عندنا بنواجه كلنا جايحة اه فايروس كورونا فلا النادي ولا الاتحاد ولا الاندية كلها لو اجتمعت هتقدر تحدد اذا كانت الحالة مناسبة او غير مناسبة ومن هناك كان الفيفا اللي عمر ما منح الحق للدول وبيحارب ده هو اللي بيمنح للحكومات هو اللي منحهم الحق ده فبالتالي اه الدول كلها خدت ما بين اللي شاف يلغي يلغي والي شاف يلعب يلعب الطبيعة جدا ان الدولة بتإخذ القرار اللي في الصالح العام بتاعها الدولة المصرية شافت ان القرار ده مناسب للدولة المصرية. مه. رياضيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكل الأحوال. مشايف انه ما فيش خطر على حياتنا. لان الدولة مش هتغامر بحياتنا. مه. ولا بحياة الاندية. ولا بحياة المدربين. مه. ولا بحياة نشاط نشاط كرة القدم. مه. فخد القرار انه يرجع. على الكل ان يمتازل. نعم. زي مثلا الكاف آآ خد القرار الوقت. الكاف خد القرار مباراة واحد. مه. حد يقدر يقول نلعب مباراتين. نيفر ايفر. حد يقول نلعب مباراة. نيفر ايفر. حد يقول ما نلعبش. نعم. حد يقول القلعب فين وامتى. سمعا وطاعة يا مولاي. نعم. طب لماذا مع دا سمعا وطاعة يا مولاي وكلنا. مه. وبنرفع القبعة. ولا ولا اي حتى كومنت من اي حد. مه. مه. من 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 الثمن فرق الاربعة اللي في دورة ابتالي الكافرية. مفيش حد علق. مه. ولما يبقى دوري مصري يبقى هوجة وده عايز يقول وده عايز يقول. انا شاف ان مش من حال الاندية. ان هي تعترت. لكن من حال الاندية ان تتكلم وتشوف وتطلب فترة اعداد. ده صحيح. وتطلب مسلا اربع اسابيع. سبع اسابيع. تامن اسابيع. اطلب زي ما انت عايز. نعم. انا شاف كمس ان احنا من ساعتنا بدأت المشكلة. احنا بكنا بتكلم في اتنين وخمسين يوم. اه. كانت وقت كاف جدا لو الناس يعني الناس بدأت مباشرة زي ما النادي الاهلي بدأ. نعم. النادي الاهلي بدأ اهو داخل تمنت ايام. فاخد اسبوع. الاهل عماتش ودي الاسبوع الجاهل. الاهل عماتش ودي ولسه عنده اربع اسابيع في شهر سبعة. النهاردة النهاردة معلش نتأسف. فلاد مصطفى كان اعتفع تعبان. فقلت له يا ابني في ايه جيم مع تمرين مع ما قال لي التمرين يعني خلاص بدأ بدأ يفرح انه تمرين وموجود وبتعبوا وفرحنين وفرحتهم ببعض يعني بس انا قصدي دخلوا الفورمة تعريبا او نص ثلاثة اربع فورمة. ايوا النهاردة عالناهل عامل شبه مباراة. وديه بين اللعب عامل تأسيمة. صحيح. كاملة. اول مرة يتمرنوا جماعة يعني. نعم. وبكرة من كتر التمرين والتعب هاي بدأ راحة تمانية واربين ساعة. مزبوط. فالامور يعني يعني ياريت ناخد الامور بسهولة ويبقى في اه اه احترام. حتى لما حد يعترض. اه مش كله يعني برضو شايف يعني مش حكات اهل ولا زمانك والله. مش كله بيتكلم على يعني هو عشان خاطر نادي الاهل هتقتلونا. طب هو نادي الاهل اللي خد القرار. طب لو الدولة خدت القرار كان النادي الاهل هيطلع يصوت ولا هيقات عطار. عادي جدا كان هيمتصل للقرار نادي اهل. او اي نادي اخر يعني. عام انت معافزة ملكوي كل يوم. عاد تتخبط لي دلوقتي الامامة وانت معافزة ملكوي كل يوم. ايه دا كافة الخضر.